حكايتنا النهاردة واقعية وحصلت في مصر بالتحديد في مدينة طنطن اللي بالمناسبة على مسافة قريبة جدا مني والحلقة دي منطلب احد المتابعين وهو الصديق احمد هاني اللي طلب مني كتير ان نعمل حلقة عن حاجة حصلت في مصر وانتوا دايما كنتوا بتعملولوا لايك على الكومنت بتاعه يعني معنى كده ان انتوا كمان متفقين معا وعشان كده عملنا حلقة عن مصر انتشر الخبر في الصحافة ومصر بالكامل الناس كانت في حالة رعب وفزع من اللي سمعته لان الموضوع كان لا يصدق حلقتنا النهاردة فيها رعب وغموض وبش مسموح بيها لاصحاب القلوب الضعيف طالبة في كلية الطب كانت بتنجح كل سنة في المواد الدراسية الا مادة واحدة كانت هي اللي معقدها في حياتها وهي مادة التشريع كل سنة بتحاول بكل الطرق الممكنة انها تنجح في المادة دي ولكن للأسف كل الطرق بتاعتها بترجع بالفشل فكررت اخيرا انها تستعين باحد صديقاتها اللي تحللها المشكلة دي وتقول لها تعمل ايه عشان تنجح في المادة دي وصديقاتها دي اقترحت عليها عرض وخيف ومرعب جدا قالت لها ان في راجل اسمه عمه عبده وبيندوله بيقولوله حضر مورد قصة عمه عبده ده ان هو راجل شغال امن في المشرحة الطلبة بتروح له وبتطلب منه الجسس عشان تشرحها عمه عبده يعرف عدد كبير جدا من الهبيشة او الناس اللي بتسرق الجسس من المقارب عشان كده هو بيقدر ان هو يجيب عدد كبير جدا من الجسس بيروح يسرق الجسس من المقبرة ويباعها للطلبة وعلى حسب بقى كله بحسابه اللي عايز رجل اللي عايز دماغ اللي عايز عيد اللي عايز ايد حتى اسنان الجسس مرحمهاش كان بياخد الاسنان ويباعها لطلب الطب اسنان المهم البنت اقترحت عليها انها تروح لعم عبده ده عند المشرحة وتطلب منه ان هي تاخد منه جسة عشان تتعلم فيها التشريح فضلت زميلتها تقنع فيها وفعلا البنت اقتنعت وقالت عادي هما كده كده شوية فلوس وبش هخصر حاجة وفعلا كلمت عم عبده بعد ما خدت رقمه من صاحبته واتفقت معها لمعاد عشان تقابله فيه قالت له يا عم عبده انا مش هقدر اخد الجسة معايا في البيت عشان اهلي ممكن يشوفوا الموضوع ده ويعمل لي مشاكل ولكن عم عبده كان عنده الحل قال لها ما تقلقيش محلولة يا دكتور انت هجيلي المشرحة يوم الاثنين الساعة تسعة بالليل عشان المشرحة هتكون فاضية هجيلي وهدخلك جوه تخلص اللي انت عايزة تعمليه وكله بحسابه طبعا البنت ما صدقت والساعة تسعة يوم الاثنين كانت وقفة قدام المشرحة ومستنية عم عبده جاي عليها من بعيد راجل ماسك شنطة جلد قديمة جدا وكيسة تانية في ايده من الواضح كده ان فيها حاجة بدأ الشخص ده يقرب عليها ومرة واحدة وقف قدامها وقال لها ازايك يا دكتورة نورتنا والله ونورت المشرحة اتفضلي قدت جسة اللي هتشتغل عليها قالت له طب وشنطة الجلد دي عم عبده قال لها دي بقى يا دكتورة فيها المعدات اللي هتستخدميها وانت بتشتغلي وفضتلك بقى ركن هادي كده بعيدا عن الجسة سوريحة الموتة عشان تقدري كده تاخد راحتك وتفك معنا يا دكتورة بس يلا يا دكتورة كده في الانجاز الله يرضى عليكي بدن ما حد يشوفنا قالت له بتوتر كده حاضر حاضر يا عم عبده وخدت منه الحاجة ودخلت للمشرحة ثانية واحدة بس يا دكتورة فين نصيبي اه ما عليش نسيت يا عم عبده طلعت من جبها مبلغ من المال وديته لعم عبده ودخلت المشرحة وطلعت الكيسة اللي كانت معها ولقت فيها رجل شخص مي طلعت رجل الشخص ده وبدأت تحطه على المكان اللي عم عبده مخصصه ليها عشان تشوف شغلها وبدأت بتشريح الجسة بترفع عينيها كده على عقارب الساعة وهنا تصدمت ان الوقت اتأخر جدا قالت يا ربي انا ازاي الوقت سرقني كده ومحستش بنفسي ولسه بتلم حاجتها وجاية تمشي سمعت صوت حد بيقول لها ثانية واحدة انت مين وإيه اللي دخلك هنا دخلت هنا ازاي مين اللي سمحلك طبعا اول ما سمعت الصوت ده اتنطدت من كتر الخوف في الروح بصت كده على الباب بتاع المشرحة وهنا شافت واحدة شعرها احمر وعنيها صمرة صمرة سواد داكن جدا وبشرتها بيضة ولما اقول بيضة يبقى بياض شديد جدا او بياض شكله بش طبيعي بش زي البياض بتاع البشر ومسكة في ايديها شمعة ولابسة بلطة ابيض وعليه بج مكتوب عليه الدكتورة مونة ماضي اول ما شافت كده بدأت ترتعش من الخوف والرعب حال التوتر ضربات قلبها بدأت تزيد والخوف بدأت يتملك منها وفي وسط دا كله عينها وقعت على ايد الدكتورة مونة ماضي اللي كانت مسكة شمعة منورة في ايديها بالرغم من ان النور المشرحة بالكامل كان متقاد دا غير النور اللي كان متسلط على رجل الجسة اللي هي شغالة عليها يعني المكان منور مش محتاج شمعة في ايديها بدأت ترتعش وتخاف وبدأت تعيط وتترجى الدكتورة مونة انها ما تقزهاش في اي حاجة بدأت تقول لها يا دكتورة انا اسفة انا كان نفسي احقق حلمي وبقى لي سنين كتيرة جدا في كلية الطب واخيرا حسيت ان انا لازم انا جي المكان دا عشان اتعلم مادة التشريح وبدأت تتلكلك كده في الكلام وتتلكلك ومش عارفة تقول لها ايه ومن الواضح كده ان الدكتورة صعبت عليها البنت وبدأت تتعاطف معها لا بش كده وبس تقررت كمان انها هتساعدك قالت لها الدكتورة ايه دي خالص ايه دي انا بش هأزيكي ولا هبلغ عنك ادارة الجامعة وقولك كمان انا هساعدك في المادة دي لحد ما تخلصيها وتخرجي من هنا ولكن اللي اوله شرط اخره نور وانا ليا شرط واحد بس هو ان محدش ابدا يسمع عن اللي حصل النهاردة ولا تحكي لأي مخلوق عنه خالص لان لو ده حصل هأزيكي مفهوم؟ قالت لها في نبرة حزن وخوف كده مفهوم يا دكتورة مفهوم ومشيت البنت بعد اول يوم عدت الايام والشهور وكل يوم مادة التشريح امتحانها بيقرب وكل ما اللي امتحان بيقرب كل ما الرعب بيزين جوه قلبها لحد ما اخيرا خلاص امتحنت المادة والخبر الكويس انها جابت فيها جيد كمان واول ما عرفت نتيجتها جريت جري على البيت عشان تفرح اهلها وهي في محطة القطر وقبل وصول القطر بدقايق تليفونها يريد كان رقم دكتور عمر رئيس قسم التشريح اول ما شافت رقمه قلبها وقع في الارض خافت جدا وبدأت تتوتر وقالت ممكن يكون في حاجة غلط في النتيجة ولكنها المرة دي بدأت تطمن نفسها وتقول انها مذاكرة وحلة كويس جدا وبش مذاكرة اي مذاكرة يعني ده مذاكرة نظري وعلمي والبركة طبعا في الدكتورة مونة ماضي اللي اسستها وعلمتها كل حاجة في مادة التشريح وفي خلال دقايق كانت قدام مكتب الدكتور عمر استقبلها الدكتور عمر بابتسامة عريضة وقال لها الف مبروك يا دكتورة اخيرا اتخرجنا بقى واخلصنا من مادة التشريح بابتسامة كده طلعة من القلب بجد وقالت له الحمد لله يا دكتور والله كان هم ونزاح اول ما قالت الكلمة دي قال لها الدكتور كده وعلى وش علامات استفهام بس انا عندي ليك سؤال مهم قوي يا دكتورة انت كنت ابتاخد درسة عند مين على فكرة انا مش هزعل ابدا لو قلتيلي هو انا سؤالي ليك مش عشان اعرف هو مين بس يعني هو فضول اه بس والله انا مش هزعل ما تخفيش يا دكتورة اقوليلي بس كنت ابتاخد درسة عند مين وانا والله مش هزعل فضل يقرر الجملة كتير كده بشكل غريب وكأنه عايز يقول لها حاجة معينة فقالت له والله يا دكتورة انا كنت بكتهد في المادة دي وبذكرها وبضغط على نفسي وعشان كده انا انجحت فيها ولكن الدكتور كان مصمم يعرف مين صاحب المعجزة دي قال لها بصي انا مش هسيبك الا ما تقوليلي وفضل بينهم الكلام مستمر لمدة نصف ساعة بعدما الدكتور ضغط على اعصابها فضل يضغط عليها لحد ما البنت نهارت من البكاء وكررت انها هتحكيله على كل حاجة مجرد ما قالت البنت اسم الدكتورة مونة ماضي كان رد فعل الدكتورة عليها مرعب جدا وصادم قال لها مونة ماضي مين يا دكتورة انت فاكراني عائل صغير من اللي هتتحكي عليهم في الشارع ولا ايه دكتورة مونة ماضي الله يرحمها ماتت من عشر سنين بعدما كانت قعدة في مكتبها وبتشرب قباية قهوة وبتقرأ كتاب غريب والنار مسكت في المكان كله وما نعرفش بصراحة ايه مصدرها ولكنها اللي يرحمها كانت من اشتر واكفى الدكتورة في الجامعة دي مجرد ما البنت سمعت الكلام ده جال حالة هستيريا من العياط والبكاء وانهارت اكتر وخرجت بسرعة جارية من مكتب الدكتور وتوجهت لبيتها راحت لبيتها وقررت تحكي لأسرتها كل حاجة حصلت معها من اول يوم راحت فيه للمشرحة لحد موقفها مع دكتور للمادة بتاع التشريحة حكت لولدها كل حاجة حصلت بالتفصيل والدها قال لها كده بنبرت صوت متعالية ما تقلقيش ما تقلقيش موضوع بتاعك ده كله وححله لك بمكالم التليفون دلوقت وطلع تليفونه واتكلم احد العاملين في الجامعة وحكاله الكصة بالكامل ولكن هنا الصدق حكاية دكتور التشريح كانت حاجة سمعت الخبر وجالها حالة نفسية بدأ والدها ياخدها ويلف على الدكاترة النفسيين في كل مكان واللي نصحه نصيحة واحدة وهو ان ياخد بنته ويروحوا يعودوا على البحر لفترة كده وفعلا خد بنته وراحهم صيفهم هو واسرتهم بالكامل طول ما البنت ماشي على الشاطئ مفيش على لسانها غير جملة والله كنت بشوفها والله كنت بشوفها وبعد معها مش معقولة يعني ما انا بش مجنونة فضلت ردد الجملة دي كتير وهي بتقولها كده خطر على بالها الشمعة اللي كانت في ايد الدكتورة طول الوقت قررت ان هي بشتستسلم للمرض والخرافات وانها هترجع تاني للمشرحة عشان تتأكد بنفسها وفعلا مجرد ما رجعوا من الرحلة خدت البنت نفسها وجريت جري على المشرحة وكالعادة عم عبده او حضر موت قاعد في استقبالها قاعد قدام البوابة واول ما شافها ابتسم ابتسامة صفرة كده مع سنانه اللي واع وقال لها يا اهلا يا اهلا بالدكتورة مبروكة عن نجاح مفيش الحلاوة بتاعتي بقى طبعا البنت رحت مطلعة ورقة بيمتين وراحت حطها له في جيب الاميز بتاعه وقالت له بص يا عم عبده انا عايزة منك خدمة اخيرة وبش هتشوف وش بعدها تاني قال لها والله يا دكتورة كان نفس اخدمك بس للأسف الحالة نشفة خالص ومفيش اي جسس النهاردة قالت له لا 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 انا مش عايزة جسس خالص انا عايزك بس تسيبني في المشرحة جوة لمدة نص ساعة بش اكتر وما تخليش اي حد يدخل علي هو طلب غريب حبتين بس تحت امرك يا دكتورة ودخلت الدكتورة للمشرحة في الركن اللي كانت بتقعد فيه دايما الركن شكله ما تغيرش كتير نفس الشكل هو هو بس اللمبة اللي كانت فوق كده وهي بتشرح الجسة دي الحاجة الوحيدة اللي اتشالت مما كانها المهم قعدت البنت على الترابيزة اللي كانت بتقعد عليها وفضلت تبص في ساعتها وتستنى الدقايق تعدي الدقايق كانت بتعدي وكأنها سنين طويلة جدا فضلت مستنية في المشرحة مستنية اي حد ييجي ولكن محدش ظهر بصت في ساعتها وقالت هم خمس دقايق لو محدش جاه هاخد نفسي واخرج من هنا وفعلا عدوا الخمس دقايق ومفيش اي حد ظهر قررت انها هتخرج من المشرحة وهي بتلم حاجتها المفاتيح بتاعتها وقعت على الارض وطت عشان تجيبها وهنا سمعت صوت حد بيقرق منها وترفع عينها لقت رجل شخص واقف قدام دماغها بالزبط وعليها قطرات من الدم رفعت عينها شوية شافت نفس الشعر الاحمر ونفس العين السودة ونفس البشرة البيضة البيضها بش طبيعي جدا بصت كده واتفاجأت ان دي الدكتورة مونة ماضي ومسكة الشمع في ايديها الشمال كالعادة اول ما شافتها البنت انفزعت جدا ولكنها حاولت تتملك اعصابها وتهنى الدكتورة كان باين على ملامحها الغضب الشديد جدا وبدأت تقول لها ابن أبرا حادة انا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني ايه اللي دخلك المشرحة اول ما الدكتورة قالت لها كده البنت بدأت تنهار كده شوية وقالت لها يا دكتورة انا جاي بس انا جاي عشان اقولك ان انا انجحت انا انجحت في المادة وجاي عشان اشكرك وكمان في حاجة يعني لازم اقولها لك ضروري انا غلطت غلطت وحكيت للناس عنك ولما حكت لهم قالوا لي عنك حاجة غريبة جدا قالوا لي انت يا دكتورة قالوا لي انت مدت من عشر سنين وبش كده وبس ده قالوا لي كمان ان انت مدت مدت محرور مرت السنين والحكاية انتشرت في كل مكان واخر الاقوال كانت اقوال حضر موت اللي قال ان هو دخل المشرحة ولقى البنت مش موجودة جوه خرج يدور عليها في كل مكان لقاها مغمى عليها برا في مكان قريب من المشرحة اما بالنسبة لباقي تفاصيل الحكاية فكتبتها صدقتها اللي كانت بتحكي لها كل حاجة اما بالنسبة للبنت فهي موجودة في مستشفى الامراض النفسية ومن يوم حصل معاها اللي حصل ما اتكلمتش ولا كلمة واحدة ودي اخر قصتنا النهاردة لو انت شخص جديد على القناة ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي حلقة جديدة بعملها ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت لانه يهمني جدا كان معاكم اخوكم عمار محمد واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة السلام يا ابطال اشتركوا في القناة